ممكن نرجع برضو الريدمي ووري الناس البيلاثورم لير لو الناس نسيت ايه اللي كان فيها اه نمتري نحط الحاجات بقى كده عملنا البيزيك لير بس انا عملنا اللير الاولاني ده اللي هو الفاونديشن ال VPC و Subnets كانوا كريايتد بنفس النات كريايتد بنفس الموديول ال IAM Permissions اللي حطناها Custom DNS انا بابان اجيه تمانيولي بس هو موجود ما حضرتوش بتاعة فورم ال Cluster ده الموديول الثاني وال IAM Permissions ده ال Custom Permissions اللي حطناها لل Operators باعت البلاتفورم لير الوقتين اللي بتاني نعمل باعت البلاتفورم لير هو ال Components اللي نستند بها كوبرنتيس كوبرنتيس الوحده هو ال API والنود اللي اشتغل و هنقنكت ده الوقتين يعني انا بعمل AWS EKS Update KubeConfig ده يدونلود الفايل اللي فيه ال Certificate اللي تخلينا عرف تكلم ال API Server انا نتست الكون نقول له دي اللي بتكلم standard CLI يعني نقول له هاته و دي اللي اتنين نوتز اللي احنا كنا عملي تمام النوتز دول اللي هم بتوع كوبرنتيس احنا جمعة لسه ما عملناش deploy ال Application ولا لأي حاجة احنا كل ده ايه من الفرشة بتاعت ال Application اللي هو الكود بتاعنا يعني انت ك developer لو انت developer بتتفرج معنا يعني فاحنا لسه ما بدقناش ما فيش application احنا كل ده بالنهاية صدرك علينا ال Infra و ايه الحاجات عشان تعرف برضو في بعض الشركات ال developer بيقوم بكل ده هو اللي بيكاريت ال Infra وهو المسؤول عن الكلام ده بتتطلق طبعا ان شخصي بعارف حاجات كتير ما بتبقاش برضو سهلة لمعظم الناس في شركات بديبقى ال rules متقسمة في حد DevOps و حد Infra شغال و حد كده فاحنا هناخد ال cycle كلها فده مفترض احنا في اللي بنكاريت فيها ال Infra وبعد كده اللي هنقوم كوبرنيتس كلاستر نفسها هي اللي هتمانيج ال application وبعدين بقى نبقى نديبلوه ال application احنا لسه موصلناش ال application خالص بالزبط احنا يعني بعد عملنا foundation و عرفنا نكونكتوه بالكلاستر ان اتكلمنا كريت بقى اللير بتاع الذي سوفتور كله ال Open Source اللي هخلينا ك إبقى ال Devlopper لا يقوم بطلول و ما رانجل بالسهول ان الكوبرنيتس مع نفسه مش كفاية فاهاللير ده اللي هن كريت بقى فيه كل اللي هنified يعني هن aproح كل المتح tills اللي احنا اخترناها لل Platform بتاعتي اول حاجة هي ال External Secret Operator ال External Secret Operator هنستعمل هلم هلم زي Package Manager هو بيباكج مع بعض كده collection of yaml manifests اللي يعمل manifest دي اللي بيديبلوي حاجات على كوبرناتز وبيعمل templating ففيه كمان templating engine فهو package manager templating engine احنا ممكن نخلي generated yaml files من الباكج دي بفيه حاجات fields populated auto generated ايان كان بقى تتعمل ازاي بالtemplating engine بتاع هلم بس فهو package manager و templating engine ايه ال package اصلا بقى اللي انا عايز اعمل لها manage ال package في الحالة دي external secrets operator ده logic او ال controller او operator اللي هتكستاند كوبرناتز لشانت خلينا نعرف نسينكرونيز السيكرتز من cloud provider لجوه كوبرناتز كوبرناتز فيه تقريبا انت طرق يعني تسينكرونيز سيكرتز او تيو سيكرتز مع كوبرناتز اول طريقة هي ال secret injection ودي تلعت مع ال operator اللي عملوه هاشي كورب فولت عملوه هاشي كورب فولت اسمه الفولت انجكتر ربين ده بيعمل ايه؟ لما بنيجي نرن كونتينر بنحط ال references للسيكرتز اللي موجودة على هاشي كورب فولت وبيفتش السيكرتز دي اول ما كونتينر ترن وينجكت دول كونتينر كنفارمنت فاريبل او كفايل حسنا احنا عايزينه يعني دي اول مثل تاني مثل هي يعني يسميهم ال getops purists يعني لو الناس اللي عايزة تستعمل ال get في كل حاجة اللي هو operator اسمه سيلكتز كاكزامبل مثل سيلكتز ده احنا بناخد ال secret ننكريبته ونحطه في يامل manifest ونقوميته مع ال application manifest على gethub فالسيكرتز نفسه بيبقى موجود في ال repo بس بيبقى انكريبته لما ال operator تعسيل secrets بيريد السيكرتز من ال manifest ويأبلايه في ال Kubernetes cluster بيأنسيل بقى السيكرت ده بنوع بيدكريبت السيكرتز دي سهلة لان احنا مش محتاجين secret manager بنستعمل جد كsecret manager بس مقرفة جدا في ال operations بعد كده احنا كل مرة عايزين ابلغيد السيكرتز محتاجين ندكريبت السيكرت القديم نبص فيه عشان نشوفه حتى ونحط secret جديد ننكريبته ونقوميت على gethub على gethub السيكرت الجديد ده فهي ليس سيكيور عشان كل ال developers بيبقى لازم يعني اي حد يقدر يروتيت السيكرت ده على geth محتاج يباليه ال access للkey اللي بينكريبت بيه ومن ناحية التانية يعني مورفة لان انت بتعقول hammer secret rotation بيبقى جزء من code development life cycle يعني مش بيبقى هندل من بره زي مثلا ال injector في اول كيس احنا بس ممكن نروتيت السيكرت على volt ولما يجي ال container تريستارت هت fetch secret جديد مفيش commits يتعاملوا خالص تالت ابروتش اللي هي دي بقى ان احنا يعني يعني external secret operator بيرانجوا الكلاستر زي الحالتين اللي فاتوا بس بيخيدينا نوع جديد من resources اللي اسمه external secret external secret انا بنعمله وبنخليه point على secret store بسوابقى secret manager parameter store على aws volt key اسميه key volt على azure hashcorp volt ايان كان السيكرت مانجر عامل ازاي هو بيخلينا خريجة create في الاخر external secret وبيعمل template للسيكرت اللي هي بها generated واحنا بنكميت رفرنس بس للسيكرت على جت في المانيفيست اه لما المانيفيست داي بديبلويد وهنجرب السايكل دي كلها مع بعض اه بيروح للسيكرت مانجر يطلع منه السيكرت ويكريت بي secret في كوبرنتي نيتف وبيديها لل الوارك لود عشان يستعمل هلوه دي تالت طريقة فده بس كل ده بننستل بس الوارك عشان يشتغل اه فبنرليس الباكجز بعت هلم اسمه charts فانحنا هنا بنقول التشارت اسمه الربوزيطوري بتاعته هنستلت فاني نمس بيس على كوبرنتي version بديله time out عشان لو فيلد لاي سبب مايقعدش كتير يفيل بسرعة وبقول ان الديبلويمنت او ريليس ده عشان لو في اي حاجة فيلد يشيل كل الريسورس اللي حطاها لان الهلم charts ممكن يبقى فيها ريسورسس كتيرة جدا و انا مش عايز بعد كده اقعد انضف وراي اشوف ايه الحاجات اللي ما تعملتش و ايه اللي بازلت و اقعد دليت التمانيون يعني ولهان النامس بيس مش موجودة بقوله عميلة احنا برضو كنا عاملين فيديو هتلاقوه في السلسلة جيد اوبس عن هلم فتقدروا تشاهوه كان مع رجب برضو فيعني لو انتم عايزين تتفرروا لانه هتلاقوه احنا بنعدي على بس اعتقد ان دي الرحلة كاملة يعني انا متخيل ان لو في شخص عارف قادر يشوف كل التولزي دي وبقى عارفها فخلاص هو ده شغلك اصلا يعني مفيش الموضوع مش يخرج برا عن كده انت دورك بالديبلوي ابليكيشن عن طريق التولزي دي فانت لو فهمت طول واحدة فهتشوف ايه السيميلارتز او طول اللي شبهها تبدأ تتعرف بس عنها فخلاص هو ده السايكل او زي ما بيقولوا السايكل كلها لحد ما الابليكيشن بيطلع فوق يعني وده العادي يعني ان كل اسبوعين 3 هيطلع طول تانية بتعمل حاجات لسه طلع طول بديل لهلم فيعني موضوع بيخلاصش كلا طانية حاجهههههههههههههههههة اه اههههههههههههههه اهههههههه تاني creed محتاجة تبقى configure manually عشان تنستول custom resource definitions custom resource definitions دي اللي كنت تقول لك عليها انها بتاكستند kubernetes api search manager هنا بكريت حاجات custom resources وبتنستول السكيمة دي كopen api schema مع الشرط بعد search manager هنستول ingress controller عشان نعرف نروت الترافك جوة الكلستر نستعمل nginx ingress يعني اكبر ingress popular وفي الconfiguration دي اللي اتفعت ال package نفسها بنقول له انت ال pot security context اللي هران فيه الكنتينر دي خليها ما تترنشها زروت وهننابل service بتاعت ال ingress ان هي شغالة http و https عشان لو ما عملنش كده عملناها https بس السيرت مانجر مش عشان فيهش و سيرتيفيكتز بال http challenge بتاع let's encrypt لان ال http challenge بتاع let's encrypt مش بيغسيوم ان احنا يناكسس لدي الناس ولا حاجة فهو سهل قوي تستطب بس بيعمل challenge ان هو بيكلم let's encrypt api يقول لهم احنا موجودين في الادرس ده و ده ال domain name بتاعنا و عايزين تطلع certificate فال let's encrypt api بترد بkey challenge value challenge value دي بتبقى serve through the ip وال domain عشان تثبت ان احنا هو يقون الدومين ده فlet's encrypt بتحاول تكلم api server through the بتكلم يعني ال responder بتاع challenge ده اللي جوه الكلاستر through the domain ولو ردد بالchallenge الصحي بقى اه فعلا ال workload ده بيقون الدومين فعشان ال handshake بقى والchallenge response protocol ده يشتغل ال traffic بتاع challenger بيبقى serve through http فلو اماننا disable http مش هنعرف نيشه certificate على اعتبار يعني ان انت لو عندك اصلا certificate فانت ليه هتكلم ان انت عايز certificate فهو غالبا انت معمدكش تقول بس اخر اخر حاجة دي aws specific يعني بنحط annotation على load balancer service بتاعي ال ingress controller عشان لما تيجي تcreate load balancer تعمله network load balancer aws di deprecated من سنة او سنتين classic load balancer بقى فيه application load balancer و network load balancer application load balancer بيشتغل على application layer و network load balancer على network layer فبي دفولت بقيت بعمله network load balancer عشان لو عندي service بتتعمل TCP مش HTTP server يعني database new4j مثلا حاجة زي كده و هاذا تب expose through ingress محتاجين ال load balancer بنتورك load balancer عشان يعرف في expose port يعني فبحط ال annotation دي هنا just in case لو حتاجنا نعمل كده في المستقبل تشتغل تباش فيها مشكلة اخر حاجة خالص Argo CD ايه Argo CD بقى و بعمله سريعا فقط لدينا جيدة اوه مرحبا